اشتركوا في القناة في المرحلة الثانوية مقررات المسار المشترك نراجع الثقافة الإسلامية في الجزء الثاني منها فلنبدأ مستعينين بالله تمهيد لكل أمة ثقافتها التي تعتز بها ولأمتنا الإسلامية ثقافتها التي تعتز بها فلنعتز بثقافتنا الإسلامية الثقافة الباقية إلى يوم القيامة كل الثقافات تأتي وتروح إلا هذه الثقافة فهي باقية إلى يوم القيامة الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا الحديث يدخلنا في شروط إجابة الدعاء أول هذه الشروط الإخلاص فلابد أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فالدعاء عبادة لذلك يشترط فيها أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ثم أيضا من الشروط الكسب الحلال وقد مر علينا قبل قليل الحديث رجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فلم يستجيب الله له دعاءه بسبب مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فلنحرص على الكسب الحلال ترك الاعتداء في الدعاء وجاء في قوله سبحانه وتعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فلا يحب الله الاعتداء في الدعاء لا أن يكون الدعاء فيه ظلما لأحد ولا أن يكون الدعاء فيه تعدي في الطلب ثم ننتقل إلى آداب الدعاء نستعرض آداب الدعاء حضور القلب فلا بد من حضور القلب عند الدعاء ولا بد أيضا من إيقان الإجابة فالداعي لا بد أن يدعو وهو مستيقن بالإجابة أيضا الجزم بالدعاء ومن الخطأ الكثير الذي يقع فيه كثير من الناس أن يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شئت فلم يجزم في الدعاء الجزم في الدعاء اللهم اغفر لي وأيضا المداومة في الدعاء وتكرار الدعاء سبب لإجابته تحر الزمان والمكان الفاضل فكمن يتحر الدعاء عند الإفطار في وقت الصيام أو من يتحر الدعاء في يوم عرفة أو التحر الدعاء في الأماكن الفاضلة في الحرم المكي أيضا استقبال القبلة وأيضا رفع اليدين فجاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أيضا حسن الاستفتاح أن يستفتح بأفضل الثناء والذكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يختار من الأسماء والصفات المناسبة للدعاء فإن كان يطلب الرحمة فيسأل الله باسمه الرحيم يا رحمن يا رحيم ارحمني وإن كان يطلب المغفرة فيسأل يا غفور يا غفار اغفر لي وهكذا الذكر الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح وتحميد وتهليل وثناء لله سبحانه وتعالى وقراءة كتاب كتابه سبحانه وتعالى ودعائه والتفكر في آلائه ومخلوقاته وما يجري على الجوارح من امتثال الأوامر فامتثال الأوامر هي ذكر لله سبحانه وتعالى فالصلاة والصيام والحج هي لإحياء ذكر الله ولإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى فننظر إلى فوائد الذكر وقد عدى بن القيم كثير من الفوائد أبرز هذه الفوائد الفائدة الأولى من هذه الفوائد هي سعادة القلب وسروره وانشراحه فكلما أكثر العبد من ذكر الله ازداد سرورا وانشراحا وطمؤنينة أيضا الذكر أفضل العبادات وأسهل العبادات فالله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين الذين يذكرون الله كثيرا وأيضا يحب الذاكرين والذاكرات أيضا الحفظ فبالذكر يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده فهي حصن حصين تبعد الإنسان عن الشيطان وعن الشرور فالذكر والاكثر منه حامي وحافظ للذاكر أيضا من الفوائد السبق والفوز فالسبق والفوز عند الله سبحانه وتعالى فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أيضا أنواع الذكر أنواع الذكر هناك ثلاثة أنواع للذكر الذكر باللسان الذكر باللسان وهو ما يجري على اللسان تسبيح تهليل تحميد قراءة القرآن دعاء استغفار أيضا النوع الثاني الذكر بالقلب وهو الذي يكون فيه التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فالمتفكر في مخلوقات الله هو ذاكر لله في قلبه وأيضا الذكر بعمل الجوارح كما ذكرنا قبل قليل وأقم الصلاة لذكري والحج والعمرة والصيام كلها لإحياء ذكر الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا حقوق الراعي والرعية حقوق الراعي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والسمع والطاعة هي من أبرز الحقوق التي تجب علينا لراعينا والاجتماع على الوالي والنصرة والدعاء له والنصيحة له والقيام بالأعمال التي يأمر بها حق القيام وعدم الخروج عليه فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وهناك حقوق للرعية الحكم بينهم بشرع الله والنصح للرعية والرفق والرأفة بهم وإقامة العدل فيهم ومراعاة مصالحهم وتفقد أحوالهم فإذا أقيمت هذه الحقوق كان لهذه الإقامة الآثار والثمرة العظيمة أبرز هذه الثمرات وهذه الآثار نيل الأجر فمن يقوم بالحقوق ينال الأجر أيضا تحقيق قوة الأمة وعزتها ثم أيضا نشر الأمن والاستقرار والرخاء ثم يقوم هذا البلد ويكون على قوة عظيمة لا يدخل عليه داخل فينصر الله سبحانه وتعالى الأمة المتماسكة والقائمة بشرعه سبحانه وتعالى حقوق الوالدين والأقارب يقول الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا للوالدين حقوق فإذا طبقت هذه الحقوق وأقام الولد حق الوالدين وبر بهما كان له من الآثار منها رضى الله سبحانه وتعالى فالله يرضى عن العبد البار بوالديه وأيضا إجابة الدعاء وأيضا تفريج الكروب والكربة فكما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين سكت عليهم الصخرة فجعلتهم محبوسين في الغار فبدأ كل واحد منهم يدعو ويذكر العمل الذي أخلص فيه لله سبحانه وتعالى فمنهم من دعا ببره بوالديه وذكر حاله مع والديه ففرج الله عنهم كربتهم الأثار المترتبة على صلة الأرحام دخول الجنة وأيضا صلة الله للواصل وأيضا بسط الرزق والزيادة في العمر وأيضا شيوع المحبة والألفة بين الأقارب فهذه من ثمرات صلة الرحم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلة أرحامنا الشباب الشباب والشعور بالمسؤولية فالشاب مسؤول يوم القيامة عن شبابه وعن كل دقيقة في حياته وفي وقت شبابه فجاء في الحديث الذي مر علينا أنه سيسأل عن شبابه فيما أبلاه وسيسأل عن عمره فيما أفناه ولا يكون حاله كحال الذي يأتي يوم القيامة فقال الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نعوذ بالله من هذا الحال ننظر إلى ملامح شخصية الشاب المسلم فالشاب المسلم لا بد أن تكون له ملامح وله شخصية تميزه عن غيره من الشباب أول هذه الملامح الشاب المسلم مع خالقه سبحانه وتعالى فيوحد الله ويعبد الله ولا يصرف العبادة إلا لله ويعظم الله ويقدس الله سبحانه وتعالى ويمتثل لأوامر الله ويجتنب نواهيه وأيضا مع نفسه فيجتهد الشاب على الاهتمام بنفسه وأن لا يلقي نفسه إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويحافظ على جسمه وعلى بدنه وعلى روحه وعلى كل أعضائه ويجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى أيضا مع والديه قد مر علينا قبل قليل في مسألة بر الوالدين وطاعتهم وإعطائهم حقوقهم أيضا مع إخوته وأقاربه وأصدقائه وقد مر علينا قبل قليل حقوق الأقارب وثمرت من يؤدي هذه الحقوق أيضا وأخيرا ملامح الشاب المسلم مع وطنه فهو حريص على وطنه يذب عن وطنه يدافع عن وطنه يعمل لأجل بناء هذا الوطن ويحرص كل الحرص أن يخدم وطنه وأن يبذل جهده في خدمة هذا الوطن فيكون إنسانا إيجابيا في خدمة وطنه وفي خدمة مجتمعه فهذا من أهم الأمور التي تميز بها الشاب المسلم يحرص على وطنه فننظر في التاريخ كيف كان الشاب المسلم يحمي أوطان المسلمين ويحافظ عليها فهذا حري بك أيها الشاب المسلم من أحكام الابتعاث وآدابه أبرزها أن يكون المبتعث سفيرا متميزا لوطنه فيمثل وطنه في أجمل صورة أن يكون المبتعث ناضجا يميز بين النافع والضار أن يأمل المبتعث على دينه بالتزود بالعلم والإيمان فيتسلح بالعلم والإيمان أيضا أن يحيط نفسه بالجو الإسلامي حتى لا يتأثر بالأفكار الهدامة أو يتأثر بالديانات الأخرى إنما يحرص على دينه دين البلد الذي يعيش فيه الاعتجاز بالدين والتمسك به والإفتخار بهذا الدين ويفتخر بهويته ويفتخر بوطنه ويعتز بوطنه ويدافع عن وطنه فهو يمثل وطنه ويمثل دين وطنه أيضا أن يركز المبتعث على دراسته فالابتعاث كان لهدف فإذا ذهب المبتعث إلى تلك البلاد ذهب لغاية فيركز على الغاية التي ذهب لأجرها فيحرص على أن ينال أحسن الدرجات ويكون من المتفوقين نسأل الله التوفيق للجميع التدخين ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا دور من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم تبيين الطيبات والتحذير من الخبائث وقال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتدخين مهلكة وهو من الخبيث أسباب الوقوع في التدخين التسلية والتجربة وأيضا التقليد تقليد لأحد الأقارب أو أحد الأصحاب أو الجيران حب الاستعراض وظن منه أن هذا دليل على الشجاعة والقوة والرجولة الوسائل معينة على تركه هناك عدة وسائل أبرز هذه الوسائل استحضار حرمته فإذا استحضر حرمة التدخين كان معينا لتركه أيضا الاشتعان بالله ودعاء الله والتوكل عليه ليعينه على تركه أيضا التعرف على أضراره للتدخين أضرار كثيرة بدنية وصحية واجتماعية وأسرية وحتى مضرة على المال وأيضا العزيمة القوية العزيمة القوية معينة على ترك هذا التدخين وهذه هي الشجاعة الحقيقية ترك مصاحبة المدخنين فهي معينة على ترك التدخين زيارة جمعيات المكافحة مكافعة التدخين منها جمعية نقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين آفات اللسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت آثار استعمال اللسان في الشر جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب لاحظوا خطورة الأمر قد تدخل صاحبها في النار كوقوعه في كلمات الكفر مثلا أو الاستهزاء بالدين والاستهزاء بكتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الوقوع في الأمور الشركية الألفاظ الشركية الكبيرة أيضا قد يعاقب عليها في الآخرة وكما جاءنا في الحديث قبل قليل لا يدخل الجنة نمام أيضا قد يعاقب عليها في الدنيا فقد يرفع عليه الشخص الذي تكلم في حقه وخاصة في أمور القذف يرفع عليه قضية في المحاكم فلذلك الإنسان يحرص على أن لا يطلق لسانه فيما لا ينفع آفات اللسان أبرز هذه الآفات الشرك الوقوع في الشرك كالدعاء غير الله سبحانه وتعالى كالألفاظ الشركية أيضا الغيبة والنميمة أيضا قول الزور أيضا القذف أيضا الفحش والسب والشتم واللعن هذه كلها آفات اللسان ومهلكة للعبد لذلك على العبد أن يحرص على لسانه أمسك عليك هذا نسأل الله العون القلوب وأمراضها مر علينا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وأيضا القلب لا يثبت على حال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء هناك أمراض يتعرض لها القلب أبرز هذه الأمراض أمراض الشبهات أمراض الشبهات الأفكار الهدامة التي تدخل على الشاب تأتيه عن طريق كثير من الوسائل من مناظرة كتب أو دخول مواقع أو سماع لحديث أشخاص فينتبه من هذه الشبهات التي إذا دخلت القلب أثرت عليه أيضا أمراض الشهوات وعدم انغماس في الشهوات فإذا دخلت هذه الشهوات إلى القلب أفسدت هناك علامات وأسباب لحياة القلب أول هذه الأسباب هو توحيد الله وقد مر علينا الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب التضرع واللجوء إلى الله والتوكل عليه ودعاءه سبحانه وتعالى هو حياة للقلوب أيضا التدبر القرآن وتأمل الآيات والنظر ما فيها من أحكام وقصص وعبر وفوائد فالنظر والإكثار من النظر في القرآن يحيي القلب ترك الذنوب ومجاهدة النفس على تركها أيضا حياة للقلوب الاهتمام بتصحيح القول والفعل فيكون حريصا على كل قول وفعل يقوم به لأن هذه الأقوال والأفعال هي حياة لقلبه الاهتمام بأمر الآخرة فهي الميزان الذي يوزن به العبد النظر للآخرة فإذا نظر للآخرة استقامت كثير من أموره فكلما قدم رجلا وكلما قال قولا يفكر بأمر الآخرة ويفكر بالحساب والعقاب فيتراجع أيضا زيارة المرضى فبزيارة المرضى ينظر الإنسان الشاب إلى حال من فقدوا نعمة الصحة فبالنظر إلى حال هؤلاء المرضى يقدر هذه النعمة فيجتهد ويصلح ما في قلبه ويحرص على العمر والطاعة نسأل الله أن يصلح قلوبنا الذنوب والمعاصي وآثارهما قال تعالى أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم بذنوبهم فالذنوب أمرها خطير هناك آثار للذنوب آثار على الفرد ظلمة القلب ووحشته أيضا عدم شراح الصدر والقلق والإضطراب الابتلاء بالمصائب قلة التوفيق أيضا هناك آثار على المجتمع الأمراض والأوبئة اختلال الأمن ظهور الخوف فقدان الطمأنينة الحروب المدمرة كل هذه آثار الذنوب فلنحذر الوقوع في الذنوب والاستمرار عليها نسأل الله أن يعصمنا منها المحاسبة والتوبة أهمية المحاسبة تكمن في عدة أمور أولا طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس فبالمحاسبة تزكي الأنفس وتستقيم القلوب أيضا بالمحاسبة هي دليل على حياة القلب وخوفه من الله سبحانه وتعالى فالذي يحاسب نفسه على أمور الدنيا والآخرة دليل على حياة قلبه وخوفه من الله أيضا طريق للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فالذي يحاسب نفسه يكون تواب أواب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فكلما بدر منه شيء حاسب نفسه فبادر بالتوبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الأمور الصارف عن التوبة أولها الاعتماد على رحمة الله فالذي يغتر برحمة الله فيقول إن الله غفور رحيم يغتر برحمة الله ومغفرته فيجعله يتمادى في عدم التوبة التسويف وطول الأمل الانهماك في متع الدنيا استصغار الذنوب الاغترار بالحسنات يفعل بعض الحسنات فيغتر بها مصاحبة أهل السوء القنوط وهو الذي يقع من المذنب يقنط من رحمة الله فيؤدي به أن لا يتوب إلى الله سبحانه الشيطان ومداخله مداخل الشيطان في إضلال الإنسان عديدة منها تزيين الباطل والتثبيت عن الطاعات والتسويف والكسل ومنها الخروج عن الوسط ومجاوزة الاعتدال سبل الوقاية من الشيطان الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا وقولا وعلما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وأيضا الاكثار من قراءة القرآن ومداومة الذكر يعصم الإنسان من الشيطان الحضارة الإسلامية خصائص الحضارة الإسلامية أبرز هذه الخصائص العقيدة الصحيحة فهي تتميز بالعقيدة الصحيحة تقوم على عقيدة التوحيد والعبودية لله الكاملة وتقوم على البراءة من عبادة غير الله العلم النافع لم تقم خصومة بين الدين والعلم فهذا الدين جاء بالحث على العلم والتعلم والتعليم أيضا العدل والإنصاف كل من عاش في كنف الحضارة الإسلامية تناعم بالعدل والإنصاف وقصة علي رضي الله عنه مع النصران في مسألة الدرع دليل وشاهد على الإنصاف والعدل أيضا التفاعل والإيجابية تفاعلت هذه الحضارة مع الحضارات الأخرى فأخذت النافع وتركت الباطل بل قدمت للإنسانية وهذه هي إيجابية هذه الحضارة قدمت للإنسانية المبادئ الإيمانية والقيم السامية والتشريعات الربانية والعلوم النافعة فكثير من الأمور الحاصلة في عصرنا الحاضر كلها بسبب الحضارة الإسلامية في الختام نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر